فبالتالي شكوى غاية في الأهمية الأهم بقى اللي جاي ده دي أهم حاجة طلبات من النادي الأهلي لاتحاد الدولي لكرة القدم مطالب رئيسية ثلاث مطالب المطلب الأول مع بعض التحقيق العاجل فيما ارتكبه الحكم البتسواني من أخطاء تخالف نصوص القانون أثرت في نتيجة مباراة النجل هذه أول طلب أخطاء كتيرة جدا ارتكبها الحكم البتسواني في المباراة فبعد إذنك يا جماعة حققوا في الموضوع ده تاني طلب قيام لجنة الحكام بالكاف بتعيين هذا الحكم البتسواني جوش وبندو لإدارة مبارتين متتاليتين للأهلي في نفس المسب وده أمر يعني بيخرج اللايحة على طول الخط يعني ما فيش حاجة في اللايحة بتقول كده ده مش طبيعي ما ينفعش تالت حاجة التحقيق في الإصرار على عرقالة مسيرة فريق الأهلي على وجه التحديد بأخطاء تحكمية غير مبررة خاصة في السنوات الأخيرة بما يخالف لأحية الأخلاق والسلوك واضح إن فيه تعمد وفيه إصرار على عرقالة مسيرة النادي الأهلي في البطلات الأفريقية تمام؟ من خلال أخطاء تحكمية مش مبررة وواضحة جدا وعلى مدار السنوات اللي فاتت إحنا شايفينها وحاسينها وعلى مرأة ومسمع القررة كلها القررة الأفريقية كلها والناس كلها شاهدة بالكلام ده في السنوات الأخيرة بما يخالف لأحية الأخلاق والسلوك فبالتالي ثلاث طلبات مهمة جدا من النادي الأهلي أو فيه شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم الأكيد حياخد الشكوى دي موضع الاعتبار وأكيد حيكون فيه نتائج إيجابية سواء الشكوى الأولى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو الشكوى التانية التدريجية للاتحاد الدولي لكرة القدم والنادي الأهلي ماشي بشكل مؤسسي مميز جدا بشكل تدريجي مميز جدا في شكوى لأن دي كلها أمور غاية في الأهمية وبتحفظ حقوق النادي الأهلي الواحد سعيد بالصراحة بالشكوى دي وسعيد بخطوات النادي الأهلي لأن احنا عانينا على مدار سنوات كتيرة جدا بخصوص المستوى التحكيمي والواضح أن ما فيش أي تطور إطلاق بخصوص هذا الجانب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اللي مقبر دماغه من الآخر كده وعمل نفسه ما شفش وعمل نفسه مش متابع حتى الرجل رئيس لجنة الحكام في تحاد الأفريقي بيسأله بيقول له رأيك إيف مستوى التحكيم في الجولة الأولى بدور المجموعات دوري أبطال أفريقيا قال لك يا بصراحة ما تفرجتش أمار حريك بتعمل إيه السؤال التاني نائب رئيس لجنة الحكام في تحاد الأفريقي كابتا عصام فتاح أنت فين دورك بتعمل إيه حضرتك لازم يبقى ليك قرار يبقى ليك موقف إحنا للأسف لما أنت كنت موجود رئاسة لجنة الحكام في تحاد المجموعات لكرة القدم الفترة اللي فاتت ما كنا شايفين من حضرتك أي موقف طب أنت دلوقتي موجود في مكان مهم جدا في الكاف لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي كنائب لهذه اللجنة دور حضرتك فين موقفك إيه هتراعي مصالح الأندية المصرية اللي عندهم حق في كل هذه الأمور اللي بيتزلموا عيني عينك ولا لأ ولا حضرتك ليك أهداف معينة بتتعلق بمناصب أنت بتتمنى أنت توصل لها فمش عايزت تصير أي مشاكل حفظا على حقوقك أنت وعلى طموحك أنت وأهدافك أنت وبتنسى أهداف وطموح الأندية المصرية فأنت لازم يكون ليك دور فموضوع غريب جدا بصراحة يعني لو الرجل رئيس اللجنة ده الجبوتي ده أنت مفروض شخصية كبيرة على المستوى التحكيمي على مستوى القارة كلها وليك تاريخ كبير جدا لازم يقاليك موقف دي من ضمن الأمور الهمة كمان فإحنا نتمنى من الاتحاد الأفريكي للكرة القدم نتمنى من الاتحاد الدولي للكرة القدم أن هم يشوفوا حل في المشاكل اللي بتواجه النادي الأهلي في هذه البطولة واللي عرقالت مسيلة النادي الأهلي على مدار بطولات كثيرة سابقة وأثرت على عدم حصده العدد أكبر من الألقاب إحنا عندنا ثمن ألقاب بطولة دوري أبطال الأفريكي لولا التحكيم بصراح وبدون مبالغة وبدون تحيوز النادي الأهلي على أقل تقدير كان زمانه دلوقتي يوصل للرقم 10 من حيث عدد الألقاب في بطولة دوري أبطال الأفريكي فنتمنى بإذن الله مواقف تكون حاسمة وسريعة من قبل الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريكي خلال الفترة اللي جاية وده كان بيان مهم جدا